استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد عصر الخميس عشرين جوان الفان واربعة وعشرون بقصر قرطاج السيد عماد مميش وزير الدفاع الوطني واعتبر رئيس الدولة أن القوات المسلحة العسكرية تعتبر مدرسة في العطاء غير المحدود من أجل الوطن لا لحمايته فحسب ولكن أيضا لمشاركتها الفاعلة في عديد المجالات كالصحة والفلاحة وتأمين الامتحانات الوطنية وغيره ومعادتها لقوات الأمن الداخلي كلما دعت الحاجة إلى ذلك وأكد رئيس الجمهورية على مواصلة العمل من أجل تطوير القدرات العسكرية للجيش الوطني إلى جانب مزيد الإحاطة بالعسكريين والإطارات والأعوان المدنيين بوزارة الدفاع الوطني